اشتركوا في القناة مدير الفني السابق لنادي سموحة كابتن حلمي طولان اقام دعوة قضائية ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة سب وقصف وتشويه سمعة كابتن حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي سموحة عمل دعوة قضائية او رفع قضية ضد المهندس محمد فرج عامر سب وقصف وتشويه سمعة واللي حيترافع له او اللي حيمسك له القضية قضية كابتن حلمي طولان ضد المهندس محمد فرج عامر مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمانك بصفة طبعا كمحامي كبير جدا فدعوة قضائية من كابتن حلمي طولان ضد المهندس محمد فرج عامر بسبب تصريحات المهندس محمد فرج عامر ضد كابتن حلمي طولان كابتن حلمي عمل قضية سب وقصف وهو تشويه سمعة ضد المهندس محمد فرج عامر خبر تاني بالنسبة لبطولة كاس مصر يعني فيه تفكير جديد أو تفكير للتحاد الكرة حاليا دلوقتي ان هم يعملوا بطولة كاس مصر زي ما احنا قلنا هنا واقترحنا في البرنامج مع بداية الموسم الجديد بعد مباراة مصر لسه ما فيش حاجة رسمي أو ما فيش حاجة نهائي ولكن احنا طرحنا هنا القصة دي وانا قلت الكلام ده ان بطولة كاس مصر تتلعب بعد مطش مصر وتشاد اللي هتلعب يوم أربعة تسعة عندنا فترة كبيرة جدا في الوقت ده قبل بداية الدوري الدوري ممكن يبدأ في أول عشرة أول شهر عشرة فعندك ثلاث أسابيع تلعب فيهم بطولة كاس مصر وتقدر الاندية تكون استعدت والاندية دلوقتي كمان تكون رياحة ان الاندية الدوري الممتاز هتخلص مطشات الدوري يوم 11 و12 سبعة 13 و14 نادي هيخلصوا مطشاتهم فالاندية تستريح تاخد فترة راحة ما بين الموسمين وبعدين في لعبة جديدة هتنتقل لكل الاندية كل الاندية بتدعم صفوفها الاندية بعد ما تاخد فترة راحة أسبوعين ثلاثة تبدأ من بداية شهر تمانية تعمل فترة إعداد لمدة شهر أو أكتر من شهر كمان عشان تستعد للموسم الجديد والكاس يتلعب في الفترة دي بقى اللي هو في أول أسبوع من شهر 9 يتلعب دور الاندية طبعا احنا في دور الستاشر هو الاتحاد الكرة بيفكر ان هو يخلص من دور الستاشر دلوقتي في شهر السبعة وبعدين في شهر تسعة يلعب بقيت المطشات زي ما انتم شايفينه هو دور الستاشر التمن مطشات الأهلي مع الجونة الزمالك مع حرس الحدود المقاولين مع اتحاد الشرطة الدخلية مع مصر المقصة ده منهور مع بيترجيت سموحها مع النصر والإسماعيلي مع الرجاء والاتحاد السكندري حيواجه وادي ديجلة وزي ما قلنا الفائز من الأهلي والجونة حيبقى في طريق المقاولين العرب واتحاد الشرطة والزمالك وحرس الحدود في طريقهم وادي ديجلة والاتحاد السكندري الفائز من ودي ديجلا والتحاد سكندرية هيلعب مع الفائز من الزمالك وحرص الحدود فبقول لكم اتحاد الكورة وانا شايف ان ده الافضل الافضل انت كده مش هتضر الاندية الاندية هتستريح كويس هتعمل فترات هتستريح كويس ما بين الموسمين هتعمل فترات اعداد كويسة اللعيبة الجديدة هتكون انسجمت مع اللعيبة القديمة ويبقى عندك بداية موسم فيها برضو استعداد بطولة كاس مصر دي تتاخد بشكل كويس جدا كاستعداد للدوري الجديد والاتحاد هيكسب من تسويق البطولة النهاية مع بداية موسم فهتبقى الجماهير عايزة تتفرج على اللعيبة الجديدة في الاهلي وفي الزمالك وفي المقاولين وفي الاتحاد وفي الاسماعيلي وفي المصري وفي كل الاندية فهيبقى فيه فايدة مشتركة لجميع عناصر اللعبة احنا كمان كاعلام هنبقى عايزين بطولة كاس مصر مع بداية الموسم نزيع البطولة وتبقى افتتاحية موسم جميل وبعدين يتعامل ماتش السوبر في اخر شهر تسعة وبعدين يبدأ الدوري الجديد مثلا في اول اسبوع او تاني اسبوع في شهر اكتوبر القادم ويبقى معمول بقى بنظام وان شاء الله ما يبقاش فيه توقفات السنة الجاية ما يبقاش فيه مشاكل في بطولة الدوري فالتفكير على كده داخل اتحاد الكورة المصري لكن لسه ما خدوش قرار نهائي بخصوص موعد بطولة كاس مصر طيب دول خبرين كنت عايزة اقولهم خبر كابتان حلمي طولانه الدعوة القضائية ضد المهندس محمد فرج عامل رئيس نادي اسموحة والخبر التاني اللي انا قلت لكم بالنسبة لموعد بطولة كاس مصر لغاية ما نشوف بقى اتحاد الكورة هيعلن رسميا عن الموعد النهائي ان شاء الله مفروض خلال يومين تلاتة يععلن اتحاد الكورة كاس حيتلعب امتى لكن الحل اللي انا قلته ده والله يا جماعة هو الافضل لجميع عناصر اللعبة سواء اندية لعبين اجهزة فنية اتحاد كورة منظومة رياضية اعلام منظومة رياضية بالكامل عشان حتى بس الناس تفصل ما بين الموسمين ان في اندية مش هتفصل الاهلي والزمالك وسموحة شغالين عشان عندهم كونفيدرالية ودوري ابطاله وبرضو لعبت المنتخب المصري يعني فترات الرحة هتبقى قليلة جدا بالنسبة لهم ان في معسكر كمان لمنتخب مصر مفروض يوم 24-8 قبل مطش مصر وتشاد بعشر تيام عشان يلحق كوبر يشتغل شوية مع منتخب مصر مع اللعيبة قبل مبارات شاد المبارات تانية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 في الجابون وبرضو نفس القصة عندنا الجدول مزدحم جدا ان منتخب مصر الأولمبي عنده مطشين مطش يوم 18-7 مع أغاندا في تصفيات الأولى أو المبدئية أو التمهيدية لأولمبيات ريو دو جينيرو وبعد كده يوم 1-8 اعتقد أو 30-7 المبارات تانية مصر وأغاندا مبارات ذهابوا عودة فالجدول مزدحم جدا وبرضو بخصوص المنتخب الأولمبي كابتن حسام البادري بعت فاكسات لنادي ريو آف البرتغالي عشان أحمد حسن كوكا وبعت كمان فاكس لسبورتينج لشبونا عشان رامي ربيعة لعب سبورتينج لشبونا عشان اللاعبين دول ينضموا أو ينضموا إلى معسكر المنتخب الأولمبي طبعا انتوا عارفين ان التصفيات دي مش في الأجندة الدولية فالأندية ممكن ما توافقش لكن نتمنى الأندية توافق عشان منتخب مصر خلي بالكو منتخب أغاندا منتخب كويس قدر يطلع رواندا وتصفيات دي رخمة انها أول مطشين دول بيبقوا رخمين شوية في التوقيت ده ان المباراة التانية هتبقى في أغاندا المباراة الأولى هنا في مصر والمباراة التانية في أغاندا فلازم نركز ويعني نهتم جدا بالمنتخب الأولمبي عشان نقدر نعدي عقبة أغاندا بعد كده نروح بقى للدورة المجمعة اللي هي تصفيات النهائية للوصول الأولمبيات ريو دو جينيرو تعالوا نشوف مباراة المقصة ووادي ديجلا مبارح اللي تلعبت فيه استاد المقولين العرب وقدر فريق ودي ديجلا ان هو يحقق الفوز ويوصل للمركز السادس برصيد 53 نقطة بعد ما فاز مبارح على مصر المقصة 2-1 في مباراة ضربات الجزاء التلات أهداف كانوا من ضربات جزاء معايا تشكيل الفريقين تشكيل ودي ديجلا وتشكيل مصر المقصة طيب أبدا